اشتركوا في القناة وفي زوج جماعات لتوال كاينة حتى ما نحكي وش بدأت ترجع لكن الروح كاينة بدأت ترجع للفريق وهذا هو اسلام الي ريت وانا اليوم ناس كل تحكي على الفوز انا ريت مقابلة ذي ذول اعطا رجعت الروح لليكيبا والحاجق بالفوز خطر ذولي نجم ردي سيحلي ذلك هو الي الي العب علي ديمة ثلاثة نقاط معتا مهيش مزيئ لازم تعرف الملعب هي ذومه ميتبقى ذلك هو الي طلبين منه ساعات في الكورة حتى كي تخسر اعطي كور اعرق اخرج اخرج بدمها من الكورة هذيك هو المطلوب لي حاش يبقى خطر اليوم الكورة مغير روح راية ما تسوى حد شايره كي ما عندكش لونفيف بش تربح وتلعب راك ما مكش بش تربح شي هذي ذولي ميساجح كيفيه بعد الخيبة مع التاراجر هذه تونسي ما كانتش ردد فعل بعد الهدف الاول التاراجر اليوم رينا عكس العكس هذي لنجم هذه سيحلي ذولي محمد المكاشر بديت تعطي الاكلام تاعهم نجمش نطول خطر بشوارة بطولة ما زال طويل نعرفوا ليكيبيت متقاربة لبعضها ما زالنا نستنيه ان شاء الله ما زالنا ننويوش الاخسارة من فما عثرات بش تسيرو لازم يعرف كيفيش واحد يقف معها بالنسبة المباراة اسلام اذا حقيقة زوز في رق انا عجبوني في المباراة هذي خطر رينا فيها اهداف رينا فيها اخطاء فردية زادة من زوز في رق اتبقى اليوم انت رجل جرجيس لازم والاخسارة ذاية يتعلم منها فريق ما زالك يتلع من الدرجة الثانية عدا بداية موسم ممتازة رايه اليوم كان بش تسير لو راشموه من الملعبية والمسؤولين انا اقول لا اول اخسارة صحيح في ميدانو كانت ضد النجم راضي صحيح لي اذا اللي انا ريت المقابلة ذاية اسلام اللي رجعت الروح هدف انت الشوات اللي هو اللي نعرفوه كملعبية ويعرفو كل شي اخي بوقت تمرك فيه بعدو زرون حكي لك خطرح بالميوف الميتون اذيك عادة راجعت الروح لنجم رياضي صحيح لي خطرنا احنا في المجموه اليوم في بطولة متعنا مقينمينش اليوم ما رانيش فريق يبدأ منهزم بثين بليش وترجع كما نقول بلغة الكورون رومنتادة تتحسب للملعبية رينا حاجة ايجابية في النجم رياضي صحيح لي الي هو الشوات اليوم سجل شماخي كيف كيف ممكن كونتشينغ متاع محمد المكشر كان في وقته تعرف اسليم راو كيكون فائز دو زيرو في مقابلة معتا اليوم ارضيك ميدانك بالنسبة ترجع الجرزيس صارت وللاشمو كبيرة من الملعبية وكأنه معتا الماتش في صلاحهم عكس محمد المكشر اظهر اليوم عنده قوة شخصية كبيرة اليوم الملعبية كما قلت لك اليوم جيت الجرزيس ظاهرة فما لون فيه متاع الربح هذيك المطلوب منهم تبقى كيف كيف زاد انا نقول الترجع الجرزيس ما عرفش كيفاش يتعامل مع المقابلة خاطر عليش فما ريتم جوجوه احنا عليش شنا قلتك نجم الرياضي سيحلي البنك عمل غير المقابلة خاطر اليوم عطت اوك العكس كي كانت مبارة الترجع البنك ممشيش مع هذا محمد المكشر ان شاء الله معناتها اليتوال تكمل الي برش حكيت عليه على التفادي ونزول انا ماني حكيت معاك وقلتك اليتوال اليوم مش نحكيه على نجم الرياضي سيحلي كفريق كبير يلعب على التفادي ونزول اليوم اظهر عنده قوة شخصية كبيرة لازم فرحة سحيح بايا فرحة بعد الربح ميتو قعد ديما غديكة وفي كل شي مشوار بطولة مازال طويل وان شاء الله المعبايا يكملوا بنفس النساق اللي أبوه كنت تراجي جزيس فقط حبيت نقلكم مع السونداج اللي موجود على اليوتوب هل تتوقع عن يواصل الناد الافريقي صدر ترتيب البطولة في الجوالات القادمة تجمو تجاوبونا بنعم اولي حطلتها تقريبا 450 شخص صوت 49% نعم 51% لا وجوز حاجة برك على الأخطاء الفردية اللي في النجم الرياضي سيحني ما حكيتش عليه بالنسبة للحارس الحقيقة علي جميل علي جميل بعد ما اشترجي خطأ اخر مع تقريبا يشبه له شوي اليوم صحيح اليوم أوروزمو اليوم لقيت عندك جوارات متاعك اللي هي رجعتك في الطرح ما كنت تكلف له غالي علي جمال خطر أخطاء تكرت برشة مرات وما تسمحش اليوم في كورة كيمة هكيكة من علي جمال وانتي تمركع لا لعب في فرق كبيرة ومشيت المنتخب يظهر لي معاتا شوية تركيز يعلي راو اليوم لقيت جوارات أونفورم غدو ماذا بنا لقاو كنت أونفورم بشتعو تهز الملعبين أحمد شخصية وراها نجم الساحلي في المقابلة مستهل مع متصدر البطولة في بلاده اثنين بلايش ترجع في طرف اثنين صحيح اسلام احنا قلناها قبل قلنا لازم شوية صبر من جماهير النجم الساحلي على الأقل بشم اللاعبية المنتدبين الجدد يحضروا على المستوى معناتها اللياقة البدنية على المستوى البدني يجهزوا تقريباً حكاية شهرين النجم الساحلي تحسنت نتيجه أولاً بقدوم محمد المكاشر ثانياً لأن الملعبية أصبحوا تقريباً في ارتفعت نسبة الجاهزية البدنية متاعها بنسبة كبيرة هذاك عليش تحسن مردود النجم الساحلي أنا في تقديري القيمة متاع الانتصار اللي هو جاء ضد متصدر الترتيب و ضد فريق تقريباً الأفضل في البطولة في الجوالات السبعة والثمانية اللي فاتوا هو الترجل جرجيسي تكتيكياً بطنياً فردياً جماعياً من أفضل فرق أنك توصل أنت تعمل رمو و انت بعد اثنين بلايش في جرجيسو و على ملعب و ضد الفريقة ذاكة يعني فما حاجة تغيرت في النجم الساحلي ونحن بحاجة إلى نجم الساحلي قوي إلى نجم الساحلي ينافس هكاكة معنات البطولة متاعنا يرجع إلى نجم الساحلي و تشويق و هنا في تقديري النجم الساحلي يلقع الماتش الروبير يلقع الماتش الذي يمثله نقطة انطلاق في البطولة الوطنية و الآن نتصور النجم الساحلي في الماتش و في الفترة المقبلة يكون مردود و أفضل و أحسن ذاكرة معنات مشكين الشخصية لكي ترجع تعمل بالطريقة ذاكة لازمك على مستوى البدني تكون حارة و مستوى البدني تحكي عليه برشة في النجم الساحلي في بداية الموسم وقت اللي جاء معنا حمد الدو حكينا في الموضوع هذا اللي هو كيف يشخذي الفريق و يحب الوقت بشيحث نجم و نقول لك أنا حمد الدو مشارك في المردود متاع البارح 50% اللي هو بداية يخدمته و بداية يحضره كما قال مروين فيزيك مو بداية لكن اللي أنا نعرف محمد شخصين اللي عمله الفريق اللي في كيف هو بيدو ما تغيرش جاءت ستاف تكنيكي جديد اللي الالكترو شوك جاء صحيح متاع محمد اللي عمله في خطابات اللي تعادت اللي عبات اللي عمدتوا عليها و اللمتوا عليها اللي جبدها من عروشو من المحبة اللي اتوال محمد كيمشي اللي نوادي الأخرى نغزله مش يعس معنات المساجات هو ما يخرشش من ينفلتش يحكي كان تكتيكي نكورة فالنجم نساعلي يخلط لقى نتايش كاليفية لقى مردود موش بالمستوى خطابات ونجحت لكترو شوك الجاي صحيح لانه البارح لما تتفرج كما قال لك مروين فما الناس اللي تحت في دمه المساج خطر هذيك اللي خرجوا محمد البرا للناس انا نعرف محمد اقوى منه في الكواليس في الفيستير وفي كواليس كو يهدد اللعبين بشعب تسبور وانت كذا نقولوا احنا باللغة العمية مشي تسح وهذاك اللي لازم يسير في في حكيت انوية محمد حتى تحدثنا عندي توا ثلاثة اربع ايام دي من تحدثين ايام محمد حكينا في بعض التفاصيل اللي يعمل فيه محمد توا اولا ابار اللي هو فنيا ما انت يقرب ليه وعنده ستافتاعه ممتاز اللي عرف من هنا الديسامبر يخرج حاجات من اللعبين اللي عنده توا ما انت مقعدش مربع ايديه وقعد يمشي في كل الحيوارات ما عنديش لعبين ووصل لهم اللعبين راوا بالعربي البلايس طوى غالية ورغم اللي النجم الساعلي مش في كامل قوة رغم اللي مجروح راوا البلايس غالية في النجم الساعلي وراوا اللي من هنا الديسامبر مش بشيك بسلوح راوا بشي يقصد ربي على روح فانت معناتها ال 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 فما حاجوخ اللي يحكينا على تارج الجيس وقلناها احنا هون نوادي كبار لكن راوا الريتم بشي يشد فيه في المراتب اللي اولا راوا حتى تتوفر لموين حتى راوا مش اخطان تابو جلبين برح بش تولي تأخذ الباليه هذيك اي بش تأخذ الباليه هذيك لازمك بارشة جيش وبرشة تفكير وبرشة بسيشيك معناتها بش تمشي نجم الساحلي تارج الجيس في الملعب تكون نفني بشي والتارجع وكي ما قلت انتي تايمينك سحيح بتاع البونتو معناتها ربحت منه تارج الجيس وربحت منه نجم الساحلي تخرج منه البوزيتيف تقشوات ماركيليك تلقى شماخي ماركيليك الانتصار موجود تلقى مردود ممتاز جداً الى رجعله القايد فريق بغطاس الهدف الثالي محمد حسين محمد حسين ونربطه بالكلام كي ما قالوا ماروير كي ما قال داكل كي ما قالوا بوحمد بالنسبة للإطوال شفنا طرح سيابة بدأت الساقين جاء وبدأت فيزيك مو حاضر نحن نحاول نلحكي تكنيك بعد على البريباراسيون فيزيك وليحكيوها لكل الولاد مريقل تكنيك البارح مثلاً طرح دوزيرون نرمال ما وقلوا فيها كل شي دوزان وخلا الاتوال في اللعبة هنا مش نحكي على الكاليتين بتاع الابان سنتر والتاكونات بتاع الاتوال نحكيو على فراس شوات نحكيو على الشماخي نحكيو على العبدالي اللي كان عم ناول ونحكيو على محمد كانت هالي لاربع سنين لخرانين خمس سنين لخرانين هذي هي الفامة الكاليتين بتاع الاتاكونات والابان سنتر في تونس فماشي حاجة ما اكبر لكن هنه نحكيو على معاتها بروبلم تكنيك بالنسبة للاتوال والبارح جوستان للموضوع هذا كيفشوف دوها السيست متاع بالعليه راو الشماخي سورتو نحكيو على شوات راو فاما الابان سنتر متاع اللحظة شوات البرحة بخلاف الابان متاعه يكون ستاسيون راو الابان سنتر في الجامعية جوار متاع بوكس يزمو يكون البونتو ويستحق لحظة عندما تدخل الكرة للشبكة اي كروس و اي باسان روتري و اي اسيست البونتو بشتدخل للشبكة تستحق لحظة ولا زوز دو سيقوند ماكس البرحة شوات اكزامبل البونتو لول سعيب برشة معتها الرياكسيون اللي عملها ولا معتها الافكاسيتين اللي حضرت والريوسيت اللي حضرت سعيب برشة وهنا نحكيو على ابن علي لانا اسكيو جرجيس المشكلة في بوج البين بحكم هو يلعب تروى كاتروى و يلعب تروى سانك دو وتوصل حتى السانك كاتان شنو اللي خليه ما يوقفش بن علي حوسان بن علي واللي المكاشر عطاه اللي بيرتي على الاخر مشير اللي صار وكان هو مؤثر في النتيجة البارح عملا السيس تلول بن علي وشوات مركة دوزان خلي اللي طوال في اللعبة مبعد اشنو صار الكوتشينغ متاع الكتير دوجون متاع محمد المكاشر صار كوتشينغ للطفال الصغير محمد حسين ومحمد حسين ومحمد حسين وشوفنا هنا بنتو شماخي محمد حسين زود شانجموليت بالضب دو كوتشينغ احسن مقابلة في الجولة بالنسبة لهنا البارح في الدوزة دو شوفنا متعة في الكورة كل جامعية بريسك اللي كي جي متاعها تلاع ماكس على الاخر كل جامعية نجموا وراهوا جرجيس راهوا فاما كورة مليني بريسك اللي وراه جمال كانت تجم تروزة دو الجرجيس بالوقت صار الفوت الكانتي وصارت البلاريتي متاع عبيد والبوتو الثالث اللي طوال بالنسبة لهنا اهم مقابلة البارح وهم لعب الاسيست متاع حسين الحباسي وحاجة باية برشا حسين بن علي حاجة باية برشا وبالنسبة للهمية الاكبر من هذا لشوات مركة والشميخي مركة وزاد عارضة الفوت مع حاجة بركة كما انت حكيت على حسين بن علي راوك تجي تلاحظ المقابلة ذا واناك معناتها ركزت معها برشا وتستحق معناتها كما نقوله ذايا اللي كانوا محمد المكاشر ذايا لأسيم عبيد اللي كان في الفريق الامان وعاود رجوع قبل المباراة ذي اللي عدة طرحة كبيرة قبل ما توصل بن علي الاسيس اللي في الظهر متاع وسام عبيد صحيحة بفعلها ذاك خد الخدمة كتريونج اللي هي وكيفاش قص الشوات ظهر متاع انتر المو كيف كيف على برشا في البوتولة التونسية معانيش كوني يضرب بالأريتين مليح وسام عبيد في الاربعة وتسعين شوف التكنيك معتت على الفراب دبال اللي يضربها واللي تمركة فيها البوتوم معتها اليوم زادة نحكيه على وسام عبيد رجعت الفور بالنسبة لعليش ان تحسب المكاشر عبيد خدمه بسيشيك خدمه لا فيزيك لا تكتيك شدو شدو على طول مباردة كبيرة يا ذاك العديا مباردة كبيرة لكن بنعليه مالك نحكيوا عليه تاول بشتعبية تفهم راول فوتبول في التونسية لازم تفهم لعبة جامعية قلوها بالفنبرك بنعليه لو كل ماتش عم في اللي سنترجة ذاك لكن الفرق اللي ولا موجود تاول جايزة موجمي شخوني اللي يكملوا الهجمة متاعه أرجع كل تقايا عم فيزو ستلاكية تتعدى لين تخرج التوش اي لانه الوقت اللي حضره هو موجود اللي كانوا فيزيك موجود اللي كانوا شو دخلو الديزويت مرح باي خان تعديو معاش عنا وقت ومزنوا الماتشويت احمد الترجل في التونسي عفرة جديدة في بنجردين مع اتحاد بنجردين الساعة والحاجة شفت حاجة تبدلت مع المدرب الجديد وإلا منزل بكري باش نشوفوا حاجات تتبدل في الوقت هياف وعليش تبتسم الساعة لا 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 بش نبتسم انا سعب شنقول ما لا يقول لهم الاخرون اليوم مشكومة توقيت لا لا انا بش نحكي لا 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 انا قبل ما نحكي على الماتش وعلى المدرب جديد انا نحب نحكي على السياسة الاتصالية الجديدة للترجل يذي تونسي تقريبا اول مرة في تاريخ الترجل يذي تونسي يعني الترجل يتبنى سياسة اتصالية استباقية وقائية الترجل لا ينتظر حتى تحصل الكارثة ليتدخل ووليد كارفالة كان بارعا ومقتدرا في ادارة هذي المعركة لكن نحكي على السياسة الاتصالية الجديدة في ترجل تونسي لا 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 الترجل يذي تونسي اول مرة في التاريخ اطلعشي خاطر ليموك لا 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 حتى حدا مقدس فما حاجة فالترجل السناء هي سياسة الاتصالية تغيرت قبل الترجل يذي تونسي يدير يدير سياسة الاتصالية من خلال براعة رياض بنور في الكواريس ما تظهرش للعلن الترجل كان يدافع عن مصالحه وحقوقه في الكواريس بإدارة رجل مقددر اسمه رياض بنور اسنا يعني الترجل يذي تونسي مكانش يعني يتباكى ولا يتظل معنة في العلن وإلا معنة يشتكي من المظلومية وإلا من الاستهداف وإلا من نظرية المؤامرة في العلن باه ما علناش هذه معنة ملاحظة مفمتش عاش طياشتها ما ميصير اشخان تعديه مو نحكيه مو نحكيه لما يتعلق الأمر بفريق عريق وفريق كبير مثلا مثل الترجل يذي تونسي ايو ريك وله عريق شو يا اسلاح خاطر ما هيش وقتها نعم انت اول مبديد اول مبديد قلت بيش نقول حاجة حاجة جديدة مبعد جبت فرمة انا لحظة حاجة جديدة اجبت علي انت سياسة الاتصالية جديدة ايو تيكلم وقل يعطيني حاجة في الوف ايو مش حاجة خائبة اراني اراني انا لحظت اراني انا لحظت خائبة الاتصال طيب اذا اذي اذهيه ليه قلت فم فرق فرق تغير هي اقبال اثها جرى التوسي استنيى حتى ان يظلموا وبعدين يخرج متشامبيونزليج وملبوتونة وكل شي بشي يتكلم طيب الان ليه همه سياسة استباقية مش موضوعنا ذكر تبدلت بحث. يا أحمد ذاكر مش موضوعنا ومزل الماتشويت ومعش باشي راك. خلاش تتعلم من توسكية مع انت تتصالي. لا والله لا انا كثير واحد ما انتها بش معنى. عالوقت عالوقت ما عاش بكري ومزل الماتشويت بش عطي كل حد كل فريق حقه. زي دا وانت اكثر حد تنادي بالشي ازاي ديم. ارجع لكم الماتش تارجل بن جردين. الماتش تارجلية التونسي وبن جردين لي ما يتغير شيء في التارجلية التونسي. وليس مطلوب من المدرب الان بش يغير اشياء تقريبا في ظرف شهر. يعني تقريبا نفس الاختار الفردية قعدت. نفس يعني طريقة اللعب لم يتغير شيء. نفس الاسلوب. تبدلت طريقة اللعب. من كاتل وترواه والليت كاتل وترواه. المدرب جديد ما بدل حد شيء تقريبا. تقريبا نفس التشكيلة نفس السيستيم تاكتيك. بالمقارنة مع شكون. مع كردوز وإلا مع اخر ماتش اسكندر القاصري. المدرب هذا تغيير على مستوى التكتيكي بداه. اسكندر القاصري. وقت مشيت لومورك. ويبدولي بالتنسيق معاه هو. لا فهماتش مستقبل جيب. استعر تغيير بالتنسيق معاه. لا اكيد. من الاجحاف. ان اللومو على المدرب انه ما غير حد شيء. ولا علاش ما تغير حد شيء في التارجل يدي توسي. التارجل مستواه يعني بعيد على المستوى المأمول. انتلاقا من انه الفكتيف والرسيد البشري الموجود على ذمة التارجل يدي تونسي. يعني خلينا نشوف التارجل أفضل. والتارجل خير. لكن بهذا المستوى النجم الخاف على التارجل يدي تونسي في تشامبيز ديك. لانه المنافسين. ما هو مش منافسين. معنى يعني سهلين. منافسين صعاب. خاصة فريق البيراميدس المصري. وحتى تجولي بالمالي. ما هوش فريق خايب. فريق صعب الميراس وينجم يخلق مشاكل التارجل يدي تونسي. ما نتمنى. ما نتمنى. وما نرجوه على الاقل. انه نشوف التارجل يدي تونسي. بادا افضل. وبمستوى افضل. في ماتش تجولي بال. نشوف. افضل. ما عادش نسي كل بيش تعلق على المقابلات. بتقريب اخو كل واحد ما عادش يعلق عليه فقط. انت عندك تعلق على حكاية هذي. اللي بشي حكيناه هوني في البلاتون. المردود نجم شوف التارجل. من جوليبات نجم تحسب المدرب في الملعب انتاعه. وامام جماعيره. في تربة باها من نسيوي زادة بن جردين. الفريق مانتا يوحس تسب له. وانتي قلت. ما عاثرة بالنسبة لي هنا. على حسب المردود اللي ريت. والنقطة للتارجل. مانوين ما عادش وقت له. فترعي. حتى للتارجل معتا نحكيلك. اليوم اي انتروني رو مجانا بشي نجح مع التارجل. تبدأ عندك ليني ديفونس. كما قاعدين يغلطوا فيها بن حميدة وبوشنيبة. ومريح. مانتا اي مدرب شي جي. رو موشي نجح مع التارجل. ومانتا اي مدرب شي. ومانتا اي مدرب شي. ومانتا اي مدرب شي. لا تفقين الولاد ان الاختاء الفردية. لا يقع دم التالي يا فتر. قبل ما نحكيو التكنيك وتكتيك وتغييرات متاحهم. هنا تقريب الاختاء متكرر عندها برشة. الاختاء الدفاعية الفردية. الاختاء الفردية الدفاعية. برشة اسباب والله كمش نركزو في الديتاي. كمش نحكيو مونتال نجمو نقولو مثلا كاردوزو. البريباراسيون في السيف ما كانتش كيمة يلزم. نحكيو على المقابلات بحكم العب مع احتراماتنا للجمعيات. احترامات بالتباعة كبيرة للجمعيات. مقابلات تضعيفها شوية في البريباراسيون. نجم تكون هذي تأثر على المنطاع العالم لعبية. لكن زادا كمش نحكيو تكنيك. نشوفو سبتين بالمئة من البنتويات الاختاء الفردية. سببها رجوع الكورة للخلف. نحكيو على بوشنيبة بالحميدة. نحكيو بوشنيبة بالنقصة. لكن حاجة اخرى حابيت نتعمه اكثر. نحكيو على الملاعبية. البروفيل متاحهم ولا الكاليتية ولا البوست يلعبوا فيهم. ينجم يكون معناتها هما مومش دو ميتية. مثلا اكزامل بنحميدة في صغر مكان شارير قوش. نحكيو لك الركز ديتي نحاول نرقى الحل معتا. بنحميدة كان مليو تيران. بوشنيبة كان اكسيال. سمعني هاو علي معلول انتي كان دو مية ورجع عرير قوش. خليل شمية مش كان في الاسبرونس. لا 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 ديجا قلتك نجي ميكون. يعرف كورا عندك ما عندكش مع تدارة. مثلا شايرة. معاك. نجي ميكون. ما انا حبيت نحكي ملطال ونحكي تكنيك. ايسكو لاختاء الفردية ديك شنو اسباب. اسباب خاطر كنيل عبدو مية. ما خطكش مية في المية. فما جواريت فما جواريت في تونس مواطنين عادي. من الاخر انا احتيلك. لا فما لا تلقى لا حال حل ما في ماش حلول. ترجع لي كورا من وسونتر اه من وسط التيران للقرد. بسبق حلقة بضغط كلها. لحظة 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 لحظة. لا نقسم ليس. لحظة 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 ليس. و بنحميدة ما محبش نقزموا لعبات ما قزمهم عليكي ما فهميش عن ريفالدو و ماردونة رفاهم يقولها موضي عاديش عاملها شور يزيداك قاديلوك الجبية في المنتخب عنديك ملعبي انتي تاوة ياخي تحب لو قولوهم ميسي و ماردونة و انت فالجو فيهم بش انت سكيتك حتى علي معلول غلط نفس الغلطة بتاع بو شنيب بلا للمصري كوتن بلا لغلطة يا اسليم يا سي بنحميدة اخو يا روبرتو كارلس يقول تقزمها مروين هذا ليتقل يفهموا لعبية في تونس حتى في نجم ساحلي ما غلطت تقضى هذيك مروين ما غلطت هايش في كارييرك مرجع رزحت كورة لقول تقضطك تقضط أقبل يلا أعطيني خالي خرج الي تاوة هاوة خرج كلاكشيف المتعة تنمشة الاحب لانت بحضر للمنجمش يعمل صونتراج يتيه طوى اسليم نحكي و نفس الاغلاطة تكرر هي بيدة نفس الوحدات حتى في المنتخب انا مروان راني حاول لحكي التكنيق يا اخويا من لعبي يا اخويا حبشي هكذا قلت الاختاء الفردي ودي كونسنتراسيون اللي قاعد ساير في الديفونس التاراجي اسك بريباراسيون مكانش كي ما يلزم لعبة كونتر مورجانة بارقة كونتر جمعية تقال في المستوى من التاراجي ينجم يكون هذي يتأثر نفسيا ينجم يقولك ندخل لديتاي اكثر من هذا ندخل في التكنيك نجم يقولك الانهو الدوزاج والرجوع الكورة للخلف هوا ثمانين والسبعين بالمئة لنسبة الاختاء نجم تكون مثلا الاريرجوش اصل واريرجوش دوميتي الاريرجوش كان اكسيا الحمجلاسي كان سنتينير انا واحدي قاعد نجتهد نشوف الاختاء خطرياتي مفياش حال اختاء راي متكرر راي تقريب كوبيكولية لنسخ متابقى الاسل الاختاء وديم ارجوع للقرد ملك هوي نحنا كنعملوا تحليل ادير انا نحاولوا ركزوا نفسيا وتكتفين انا فهم مفاش تحكي هذوك مهم اللي انتي حبيت معانت اللي حكيت عليهم اللي مهمش دوميتي هما بيدهم جيبوا تيترويت كانت ما تقبلش بونتويت لكن راهو الشك في الكورة في ريزلتات بدأ مش ماشية والدوميات ما تنسيش مش تعاون في الديفونس في الاسبرانس قاعدة فيه ساعة توصل الكورة للديفونس وخاصة انت تلقى الاغلاط بدأت من الحارس وتلقى دفاع كله وقاعد يغلط راهو الشك هنا كنت نلعف اللاكس ونعرف نو اللي نهبت نقول خلنعدي ترحي ما عاد شي يمني في مروين بجنبي يمشي دب الراسه لتنعدي تصحي سخي خير المتركاج اللي ساير على بن حميدة وبوشنيبة خي كورة شنية ما يحكيت كونفوانس هنا وقت اللي انا فيه اواز عم الجمهور التاعي من الجمهور التاعي من نيران الصبيقة وقت اللي اتراه جمهور التهرجري التورسي وفيع كبير منه تعمل في المتركاج على بوشنيبة وبوشنيبة ليلة النهار كيفش الملعبي بش يدخل يلعب معنة بنا بنا ثقة خي يلعب اما يا ذكر يا ذكر هاجه بركة كما تحكي حتى اللي تحكي انتي اللي نيداتك موش قاعد ينعمل في الرول الفانسيف هكا ولايه بي معاك موش قاعد ينرجو اما الاخطاء اللي قاعدت معا ايه انك يشتتول الذكرة خلي خليك املعا جملتو ما قالي جملتو ما قالتكلمش يتحكي انت عن ليني وفنسي في التراجم هيش قاعدة تقوم بالرول المتاحة معها كفية ماشه هيدا اما اليوم الاختالي قاعدة ترتكب فيها معت المدفعين على التراجم رأي كورة ميتة الفوق هو الغالي بلا نجاوبو في كلمة بلا يشوفوا الواقف قدش مزمل ماتش واحنا ما حكيناش عليهم تكلمش زيدنا اربع ساعة احنا يضينا من لون اي لازم ينضيها نزيدوها فهما فرق ما بين تخلط لك انت اكسيال والديفنسور 20 كورة فما فرق في ماتش تخلط لكورة بك والنجا بريد فرق بين كاردوزو والتراجي الجديد اللي عمناوا يلعبون ريكسيون يلعب على ترانزيسيون تقريب يلعبون شكوريتي اكثر من سنالي نمشي اكثر لوفونسيف وكانت لسبيلونس دوميني وتصير لغتال فردية المتكرمة نمشي وفاصل ونبحثوا موضوع زيال تربع ساعة نمشي نعملوا شوية مفاوضة فاصل لقصير وبعدنا وشاوي